اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الرابع الابتدائي في درسنا لهذا اليوم المادة السائلة ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تقارن ما بين المواد السائلة والموادة الصلبة بشكل صحيح كما أن تكون قادرا على المقارنة ما بين المادة السائلة والصلبة من حيث الكتلة والحجم وأن تعدد بعض الاستخدامات المختلفة للمواد السائلة في حياتنا اليومية أحباء الطلبة كنا قد تحدثنا في الدرس السابق بأن الماء مادة سائلة يمكن أن يسكب ويتدفق ويأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه ولكن ليس للماء شكل ثابت كما تحدثنا أيضا عن جسيمات المادة السائلة وقلنا بأنها متباعدة قليلا عن بعضها بعضا مما يمكنها من التدفق بسهولة وتحمل الأوعية ذات الحجم الأكبر حجما أكبر من السوائل كما تحدثنا أيضا بأنه يقاس حجم السوائل باستخدام أوعية مدرجة مثل الوعاء المدرج والمقبار المدرج والدورق المدرج افتح كتابك عزيز الطالب صفحة 101 النشاط الرابع كيف أقارن بين المواد السائلة والمواد الصلبة وفي هذا النشاط سوف نقارن ما بين خصائص المواد الصلبة والمواد السائلة ومن ثم نسجل هذه الخصائص في المكان المناسب في المخطط أدنى والآن أعزائي الطلبة لنفكر قليلا ما هي الخصائص التي تشترك فيها المواد الصلبة والمواد السائلة أحسنتم للمواد الصلبة والمواد السائلة الحجم والكتلة نفسها بينما تختلف المواد الصلبة عن المواد السائلة بأن لها شكلا ثابت بينما المواد السائلة ليس لها شكل ثابت كذلك الأمر تتميز المواد الصلبة بأن جسيماتها متقاربة بينما في المواد السائلة فالجسيمات متباعدة قليلا أحسنتم أبناء الطالبة تعلمت عزيز الطالب بعض خصائص السوائل تختلف عن خصائص المواد الصلبة بل المواد الصلبة شكل ثابت في حين أنه يمكن بشكل المواد السائلة أن يتغير كما أن المادة السائلة والمادة الصلبة حالتان مختلفتان للمادة تختلف خصائص المادة السائلة عن خصائص المادة الصلبة يمكن سكب السائل عندما يكون في درجة حرارة الغرفة وليس للسائل شكل ثابت وهذا ما يسمح له بالتدفق بسهولة أحباء الطالبة لننتقل إلى النشاط الخامس كيف أبطار بين كتلة مادة سائلة ومادة صلبة وبين حجمهما لنفتح الكتاب أحباء الطالبة صفحة 102 وفي هذا النشاط لا بد من قياس حجم مكعب ثلج فنستخدم المسطرة لقياس أبعاد المكعب ومن ثم إيجاد الحجم فبعد ضرب أبعاد المثلث وجدنا بأن حجم المكعب هو 24 سنتيمتر مكعب وبعد قياس كتلة المكعب باستخدام الميزان الإلكتروني وجدنا بأن كتلته 50 جرام أحباء الطالبة بعد أن تركنا مكعب الثلج لينصهر استخدمنا المخبار المدرج لقياس حجم السائل في الوعاء ووجدنا بأن حجم السائل هو 23.8 بالعشرة سنتيمتر مكعب في حين وجدنا بأن كتلة السائل في الوعاء هي 50 جرام برأيك عزيز الطالب هل تغيرت الكتلة؟ أحسنتم فلم تتغير الكتلة والآن هل تغير الحجم؟ لقد تغير الحجم بنسبة قليلة جدا أحسنتم أبناء الطالبة ماذا تعلمنا عزيز الطالب؟ نستخدم الأدات نفسها لقياس كتلة الشيء الصلب وكتلة السائل بعد وضعه في وعاء عندما يتحول مكعب الثلج إلى سائل تبقى الكتلة ثابتة ويتغير حجم مكعب الثلج الصلب بنسبة صغيرة جدا عندما ينصهر ويتحول إلى سائل والفرق صغير جدا بحيث يصعب قياسه بدقة في حين يبقى حجم السائل ثابتا إذا لم تتغير درجة الحرارة أحباي الطالبة لننتقل إلى النشاط السادس صفحة 103 مستخدمات المادة السائلة عزيز الطالب انظر إلى الأمثلة التي أمامك من السوائل ثم صنف هذه السوائل وسجل اسم كل سائل ثم سجل استخدام كل سائل من هذه السوائل ولنبدأ بالماء فمن استخدامات الماء في الشرب والزراعة بينما يستخدم عصير البرتقال والحليب في الشرب بينما تستخدم المنظفات في غسل الأواني والأرضيات أحباء الطالبة نستخدم السوائل مختلفة في حياتنا اليومية فنستخدم مثلا بعض السوائل للشرب مثل الحليب وعصير البرتقال والماء أحباء الطالبة تعلمنا اليوم أنه ليس للمادة السائلة شكل ثابت وبالتالي يمكن أن تنسكب وتتدفع كما تعلمنا أيضا بأن جسيمات السائل متقاربة ولكن يمكن أن تتحرك وتتدفع فيما بينها ويبقى حجم السائل ثابتا إذا لم تتغير درجة الحرارة وعندما يتحول مكعب الثلج إلى سائل تبقى الكتلة ثابتة ويتغير حجم مكعب الثلج الصلب بنسبة صغيرة عندما ينصهر ويتحول إلى سائل كما تعلمنا أيضا أن للسوائل استخدامات عديدة منها الشرب والغسيل والسباحة شكرا لمتابعتكم أبناء الطالبة نلقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر